لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد في البداية ان هذا العدد جاء في صفحة الاولى عام على انتخاب رئيس الجمهورية ما انجز وما ينتظر تحقيق ثم القاعدة المركزية للامداد مؤسسة رائدة لتطوير الصناعة العسكرية هذا فقط ما ورد في الصفحة الاولى بعد ذلك يوم من الذاكرة مظاهرة 11 ديسمبر 60 اوردوا كلمة لفرحة عباس ثم بعد ذلك جاءت الافتتاحية الافتتاحية التي دائما تعبر عن مواقف المؤسسة العسكرية وسياستية العنوان الذي جاءت به الافتتاحية هي تحت تعزيز الجبهة الداخلية لكسب الرهانات هو موضوع سياسي بحر من خلال العنوان الجبهة الداخلية جبهة الجزائر الداخلية وتعزيزها في اطار مشروع سياسي وهذا طبعا يساهم فيه الجيش الوطني الشعبي ولكن ليس من مسؤوليات المؤسسة العسكرية تعزيز الجبهة الداخلية بين المواطنين وبين الشعب والسلطة وبين مؤسسة الدولة المؤسسة العسكرية تساهم ولكن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الطبق السياسي والقيادة السياسية للبلد نقرأ نقرأ المحتوى ومما يلاحظ في البداية أن هذه الافتتاحية لم تخصص فقط لتعزيز الجبهة الداخلية هذا عنوان فضفاض وقليل على ما ورد فيه يعني لو كنت أنا المشرف على هذا العدد لكن عنوان آخر غير هذا العنوان لأن عندما تقرأ المحتوى تجد أشياء أخرى وما تعزيز الجبهة الداخلية إلا جزء فقط من هذه التحديات القائمة والرهنات التي تتحدث عنها المؤسسة العسكرية وإن كان قد ننظر إليها من زاوية أخرى أن المؤسسة العسكرية أرادت إبراز أهمية الجبهة الداخلية في هذه المرحلة الحساسة جدا أثبتت مجلة الجيش في افتتاحيتها أن الوضع ليس على ما يرام على كل المستويات والأصعدة وهذا ما سوف نتحدث الحقيقة أن الافتتاحية فيها ما يشبه إعلان حرب أن الجزائر تستعد إلى إعلان حرب أو أنها سيعلن عليها أو ستعلن عليها الحرب وفي الحالتين الأمر سيان أن تعلن عليك الحرب يجب أنت أيضا أن تعلن الحرب أن التحديات كبيرة أمام الجزائر تحديات ورهنات ورهنات ستأتي في إطار مواجهة هذه التحديات على ماذا تراه المؤسسة العسكرية لكسب أو الانتصار على هذه التحديات القائمة أيضا أن أهم عامل هو تعزيز الجبهة الداخلية وهو أن تحدث عندما نلقي نظرة في هذه الافتتاحية نجد أنه بدأت في الحديث عن تحدي وباء كورونا أن هذا الوباء هو من أكبر التحديات التي تواجه الجزائر وليس المؤسسة العسكرية فقط وإن كانت المجلة تحدثت عن جانب المؤسسة العسكرية ودور المؤسسة العسكرية حيث تحدثت المجلة أن الجيش واصل مهامه رغم أن هذه الجائحة أن هذه الجائحة رغم ما شكلتهم المخاطر صحية على العسكريين في ثقناتهم إلا أن الجيش واصل مهامه في إطار الاحترام واتخاذ التدابير والاحتياطات الصحية هكذا تحدثت الجيش هنا وجه رسالات مفادها لو نقرأ ما بين السطور لهذه الافتتاحية أن الجيش رد على بعض المنشورات والمعلومات الإعلامية للتحدث عن إصابات كثيفة اجداحة المؤسسة والثقنات العسكرية بسبب كورونا والجيش رد عليها ضمنيا أن الجيش لم يتعرضوا أن العسكريين احترموا تدابير الصحية وأن المؤسسة نجحت في مواجهة هذه الجائحة على مستواها الداخلي وأن الاستمرارية في أداء المهام المنوطة بالمؤسسة العسكرية كدليل قاطع على أن الجيش لم يقع فريسة سائغة أو سهلة لهذا الوباء الخطير أمر آخر تحدث عن استمرار المؤسسات الصناعية في إطار تتوير الصناعات العسكرية أيضا ذكر اقتحام أن الصناعة العسكرية تقتحم وهو أسلوب عسكري يعني كأن الإنسان لما يقتحم هذه الجهة معناها يقتحمها بالقوة ويفرض نفسه عليها من دون قبول من الطرف الآخر وأعتقد أن الأسواق الإقليمية والدولية لا تحتاج إلى لغة الاقتحام بقدر ما تحتاج إلى لغة فرض البضاعة وفرض الصناعة العسكرية أما أن أقتحم هذا المجال أنني أفرض نفسه على وهذا الفرض سواء يكون بقيمة المنتوج أو حاجة الآخرين إلى هذا المنتوج ولكن على العموم أنا أرى بأن هذه اللغة مبالغ فيها إن قصد محرر هذه الافتتاحية اللفظ بعينه وإن لم يكن يقصد فقط من باب من باب تأثير اللغة العسكرية على عقل كاتب هذا السطور فهذا أمر آخر أمر آخر أن مجلة الجيش أكدت على إصرار الجيش ومن ورائه الشعب على التغلب على كل الظروف والمعوقات الموضوعية الطارئة هناك ظروف ومعوقات موجودة بلا أدنى شك دائما موجودة في كل البلدان وهناك أخرى طارئة لكن الجيش تحدث بلغة مبهمة لم يذكر الأسماء أو الأشياء بمسمياته وهذه طبيعية لا يمكن الجيش أن يأتي في افتتاحية ويقول سنتحدى كذا وكذا وكذا يحددها البعض يطالب المؤسسة العسكرية أن تحدد هذه التحديات مثلا هذه الأمور وأعتقد بأن هذا الأمر مبالغ فيه الفرق مبين أن هذه افتتاحية في مجلة عسكرية تعبر عن سياسة عسكرية تجاه الكثير من التحديات العسكرية لا تحتاج إلى الوضوح بقدر ما تحتاج إلى رسائل ما بين السطور والجيش هنا أقر بأن هناك ظروف وهناك معوقات طارئة ترى ما هذه المعوقات هي الظروف والتحديات الظروف والصعاب ولكن المعوقات اختيار هذا اللفظ يوحي بأن هناك أشياء طرأت على هالمسار لأنه لو نعود إلى صفحات أخرى نجد الجيش يتحدث عن المسار الذي قامت به المؤسسة العسكرية منذ فيفري 2019 وكثير محطة وأبرز دور الجيش ترى ما هي هذه المعوقات التي يتحدث عنها الجيش هل هي معوقات داخلية هل هي معوقات على مستوى السلطة هل هي معوقات تخص الجيش بحد ذاته هل هي معوقات تدخل فيها حتى إطار في إطارها حتى وباء كورونا الذي خلف الكثير من الأثار هذه الأشياء لكن كلمة معوقات توضع تحتها الكثير من السطور ربما في الأيام القادمة والفطرة القادمة نعلم ماذا يقصد الجيش بهذه المعوقات لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله